السلام عليكم وإهلا بيكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن 3 تطبيقات جديدة ومميزة على نظام ماك أول تطبيق معنا هو Yes IPTV المتاح على الآيفون والآيباد وقريبا على الآبل TV وبيشتغل على الماك ولكن بشرط أن يكون الجهاز بتاعك بمعالجات الآبل Silicon M1 و M2 و M3 وهكذا التطبيق بيشتغل كويس جدا على الماك بدونها مشاكل ولكن هو مخصص أكتر للآيفون والآيباد وقريبا للآبل TV خلينا كده نفتح التطبيق ونشوف كل الخصاص بتاعته لأن التطبيق تقدر تستخدمه بالمجان بدون أي مشاكل ولكن ليك سيرفر واحد تقدر تضيفه لو عاوز تضيف أكتر من سيرفر هتحتاج أن انت تشترك في البرنامج إما تدفع لمرة واحدة أو اشتراكات شهرية وسنوية التطبيق وجهته بسيطة جدا تقدر تعمل تكبير للشاشة بالشكل ده عندك هنا الهوم هنا بيظهر لك يعني آخر حاجات انت تفرجت عليها سواء كانت أفلام أو قنوات أو مسلسلات في قسم الأفلام بيظهر لك هنا الفولدرات الخاصة بالسيرفر بتاعك وهكذا نفس الكلام للقنوات والمسلسلات وأي حاجة من المحتوى اللي هنا لو عملت لها في فورد بتظهر لك هنا في قسم المفضلة هنرجح هنا لقسم الهوم وهنضغط على الاعدادات ومن هنا هتلاقي عندك هنا قسم البيي لست أو قائمة التشغيل مجرد ما بتضغط عليها بتلاقي عندك هنا السيرفرات بتاعتك تقدر تضيف أكتر من سيرفر لو أنت مشترك مع التطبيق أما لو حسابك مجاني فليك سيرفر واحد ومن وجهة نظري سيرفر واحد أكتر من كافي لأغلب الناس عندك كمان في الاعدادات هتلاقي حاجة اسمها كاتيجري مانتجيمنت أو إدارة التصنيفات ومن هنا تقدر تخفي أي فولدر من الفولدرات الموجودة في الأفلام أو المسلسلات أو حتى القنوات أو ممكن تخفيهم كلهم هايت أول أو شو أول بضغطة زر أو ممكن تخفي بشكل يده أو بالشكل ده أو ممكن حتى تقفل الفولدر ده بباسورد فتقدر تعمل حاجات كتيرة جدا وصراحة دي ميزة عبقرية جدا عندك كمان قسم الدونلود في الدونلود هنا تقدر تنزل المحتوى من قسم الأفلام والمسلسلات على السيرفر بتاعك مش بس تتفرج عليهم تقدر تنزل المقاطع اللي انت حبيبها من على السيرفر بتاعك في قسم الدونلود وبتلاقيها موجودة هنا هتلاقي هنا دونلودد والحاجات اللي بتنزل هتلاقي هنا في الدونلودينج فدي حاجة جميلة جدا تظهر تتفرج مباشر لايف او ممكن تنزل المحتوى سواء كان افلام او مسلسلات عندك كمان في الاعدادات هتلاقي عندك حاجة اسمها ووتش هستوري ودي ميزة بسيطة جدا بتعرفك اخر الحاجات اللي انت تفرجت عليها سواء كانت افلام او مسلسلات او بس مباشر للقنوات عندك بعد كده او الاعدادات المتقدمة هنا بقى تلاقي السيم الليلي والسيم النهاري بالشكل ده وكمان هنا يعني تحديث البليليست يبقى كلها دي كل يوم او اكتر من يوم تقدر تتحكم في الموضوع ده وعندك هنا الاسبكت ريشيو وحاجات كتيرة تخص يعني عرض المحتوى وهنا كمان البفر والسبطيت الحجم السبطيت لو انت عاوز تضيف سبطيت على المحتوى بتاعك صراحة تطبيق جميل جدا انصح ان انت تنزله وتجربه واسيب لك كل الروابط تحت في الديسكريبشن ولكن حابب انوه ان يس اي بي تي في لا يقدم اي بي تي في بروفايدر يعني التطبيق عبارة عن مشغل لسيرفرات الاي بي تي في انت بالنسبة لك تروح تشترك في سيرفر اي بي تي في شرعي وبعد كده تضيف بيانات السيرفر بتاعك بداخل يس اي بي تي في وتستخدمه بدون اي مشاكل وبجده هتتبسط جدا مع يس اي بي تي في على الايفون وعلى الايباد وقريبا على الابل تي في وهيعجبك كمان على الماج والتاني تطبيق معانا هو انسبلاش تطبيق بيشتغل في المينيو بار وبيقدم لك خلفيات محترمة جدا ومميزة بكابسة زر تقدر تغير خلفية الماك عندك وتقدر كمان تخليه غير الخلفيات بشكل يومي صراحة شيء مبهر جدا تقدر تحتفظ بالخلفيات دي وتقدر كمان تختار نوعية الخلفيات اللي تشتغل على جهازك لو انت بتحب الخلفيات الخاصة بالطبيعة تقدر تقول له غير لي الخلفيات من فلدر الطبيعة هوريكم كل الحاجات دي خلينا الاول نشوف صفحة التطبيق تطبيق زي ما ذكرنا انسبلاش والبيبر ومجاني تماما هتنزل التطبيق بشتغل في المينيو بار هتفتحه بالشكل ده هزهر لك الخلفية المتاحة حاليا تقدر تعمل سيت اس والبيبر بتبدأ الولبيبر دي تنزل عندك على الجهاز وبتعمل لها يعني تثبيت على الماك عندك ممكن بتعمل دونلود فبتنزل برضو عندك في فولدر انت بتخصصه الفولدر بتخصصه من هنا بتختار تشينج وبتختار مكان الفولدر اللي ينزل في الخلفيات دي ودي حاجة طبعا جميلة جدا تقدر تشغله مع بداية اقلاع النظام عشان على طول يحدس الخلفيات بس هتحتاج برضو تفعل الميزة دي عشان يعمل update all screens and disk tops تفعل المستين دول وبعد كده تدخل على القسم ده دي الخلفية المتاحة حاليا بعد كده هتلاقي عندك دي الحاجات اللي انت نزلتها او اللي انت عملت لها تثبيت قبل كده وعندك هنا الفولدرات انا مثلا حابب يعني قسم وكمان اي واحدة من دول مثلا حابب مثلا حاجات خاصة بالطبيعة بس فعلى طول هنا هيبدأ يغيرلي من الفولدر ده طبعا هنا فيه حاجات كتيرة جدا جدا في الفولدر ده فبيبدأ بقى كل يوم يجيب حاجة من الحاجات دي الحاجات بتتغير بشكل يومي او اسبوعي او منولي زي ما انت حابب او كل ساعة شوف انت حابب ايه وعمله صراحة تطبيب مجاني تماما ولتشاركه معاكم لانه صراحة بسيط وسهل واكيد هيعجب ناس كتيرة منكم الناس اللي بتحب بتغير خلفيات على الماك اما تالت تطبيب معانا بيقدم لك فكرة مميزة جدا طبعا الناس اللي تستخدم نظام ماك عارفين ان فيه ميزة جميلة اسمها هوت كورنرز مجرد ما بتقف مؤشر الموز في اي كورنر من الكورنرز بتاعة الماك بيعمل لك وظيفة معينة التطبيب اللي معانا النهاردة هيديك اوبشنز كتيرة جدا انك تقدر تخصص الهوت كورنرز زي ما انت حابب وتضيف حاجات اكتر بكتير من اللي بيعملها نظام الماك التطبيب اللي معانا هو سوبر كورنرز التطبيب لسه جديد فبالتالي هتدخل هنا على الريليزز وبعد كده هتنزل الاصدار اللي هو واحد فاصلة واحد هتنزله حجمه 18 ميجا وبعد كده هتشغله مجرد ما بفتح التطبيب اظهر لي الرسالة دي هعمل ايه؟ هعمل done وبعد كده هدخل على الاعدادات وبعدين هنزل هنا على ال privacy and security او الامان والخصوصية وبعد كده هنزل هلاقي عندي open anyway هضغط عليها هضغط على open anyway مرة تانية وبعد كده هحط البصمة وعلى طول كده فتح معانا التطبيب بدون اي مشاكل هنا بيقول لي انا عاوز اذن ال accessibility او امكانية الوصول هضغط عليها بالشكل ده وده طبيعي انه ياخد الازن ده عموما يعني هشوف هنا super corners فين اي super corners هوم ضغط عليها هيطلب مني البصمة هحطوله البصمة بالشكل ده خلاص البرنامج فعلته ويقدر يشتغل بدون اي مشاكل عندك اربع كورنرات تقدر تخصصهم عندك هنا zones وعندك هنا actions حاجات كتيرة جدا جدا طبعا ده الواحد وعاوز يعني فيديو منفصل اقول لكم ازاي نستفيد من التطبيق ده بس انا حبيت اشاركه من باب ان هو التطبيق يقدر يعمل لك حاجات كتير يعني من ضمن actions يعمل لك مثلا اللي هي screen saver هنا مثلا actions زي مثلا voice recording create note new email حاجات كتيرة طبعا لسه فيه كمان حاجات يعني لو كبرنا مثلا دي كده او لو عملنا مثلا كده هتلاقي حاجات كتيرة موجودة فيعني التطبيق صراحة جديد وبيقدم فكرة مختلفة ان تقدر تعمل حاجات كتيرة من خلال الهوت كورنر لما تقف بس بالموس كده اه في اي كورنر من الكورنرز دي وعندك هنا في الزونز عندك هنا اربع اماكن run short cut ممكن اخصص هنا short cut مثلا ناحية اليمين هنا ممكن اقول له مثلا خلي الشاشة دي في وضع النوم واعمل ضن ممكن اعمل حاجات كتيرة جدا بالتطبيق ده وبس كده يا سيدي تلت تطبيقات مميزة في حالة النهاردة بس منساش بقى تعمل لايك الفيديو ده واشتراك في القناة وتفعر الجرس وتشاركني برايك تحت في التعليقات يعني لو في تطبيقات انا ما تكلمتش عنها شاركني بيها تحت في التعليقات كان معكم محمود عمران ونتقابل في فيديو جديد تحياتي سلام